إلى ترقية حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة ومن أجل ضمان ولوجهم بالشكل المطروب إلى مختلف مجالات العمل الاجتماعي يأتي تنظيم هذه الورشة من قبل وزارة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة وغية تعزيز قدرات أعضاء المجلس الوطني المتعدد القطاعات المكلف بترقية الأشخاص ذوي الإعاقة وحماية حقوقهم تم تخلد اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة هذه السنة تحت شعار نحو مجتمع أكثر شمولاً زيادة القدرة على التصرف لدى الأشخاص ذوي الإعاقة يعمل قطاعنا بشكل متواصل ضمن السياسة العامة للحكومة على تنفيذ تعهدات فخامة رئيس الجمهورية اتجاه الأشخاص ذوي الإعاقة وفي هذا الصدد فقد تحقق في الآونة الأخيرة العديدة من المكتسبات الهامة سواء تعلق الأمر بتعزيز الجانب المؤسسي أو بترقية الحقوق فضلاً عن توفير المعدات المساعدة على تجاوز إكراهات الإعاقة الورشة المندرجة ضمن الفعاليات المخلدة لليوم العالمي للأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة تضمنت محاضرات حول دعم وترقية عمل وقدرات هذه الفئة وسبر دمجها في المجتمع وفي الحياة النشطة على وجه الخصوص افتتح لهم بمطار وأكشوط الدولي أم التونسي جناح خاص بمشروع نموذجي يتكون من محلات حرة ومطعم تابع لوكالة ترقية الاستثمار في موريتان وسيمكن المشروع الجديد من تطوير الحركة التجارية والاقتصادية بالمطار إضافة إلى المساهمة في إبراز وجه سياحي لايق بالبلد مطار وأكشوط الدولي أم التونسي باعتبار محوريته في حركة الناس والبضاع والخدمات يستقب منشطة اقتصادية وتجارية وسياحية مشروع نموذجي يتكون من مغازة حرة ومطعم يتم ابتتاحه داخل المطار في إطار الاستثمارات التي جلبتها وكالة ترقية الاستثمارات في موريتانيا وسيمكن المشروع الجديد من إظهار الوجه السياحي للبلد وفي تطوير الحركة الاقتصادية والتجارية وتقريب خدمات التسوق وغيرها للداخلين والمغادرين هذا الاستثمار الذي يعطي واجهة مهمة لمطارنا وكي تعرفوا كامل على المطار كان قالوا هذا الشكل من المراكز التجارية اللي ينبع فيه بدون جمركو وبدون درائب والحمد لله اليوم عاد عندنا نفس الشركة اللي تسير هذا المركز التجاري اللي تسيره في باريس مطارات باريس ومطارات المغرب ومطارات تونس ودكار وكثرة عواصم بول إفريقية والحمد لله على هذا الانجاز اليوم هذا لا من المشاريع اللي أعلننا عنه والمستثمرين اللي عاننا ملانا اللي انجبناه لدولتنا والحمد لله اليوم يتجسد على أرض الواقع وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع